بقى انت يا اللي ما تسواش مصمصات دي تعمل فهم ما انا العاملة الهابلة دي ابوس رجلك ما تدخلش ابنة في الموضوع خد حقك من انا هيحصل وهسلمك بس لما علم عليك الاول بالأدم اقسم بالله كانت نية خير لا يا شيخ انا عارف ان انا غلطان واستهل ضرب الجزم على وشي بس اقسم بالله انا عارف ان والدتك كان نفسها تطلع عمرة قلت تطلع والبضع اتعد معاها وان اعرف ان هما ما بيركزوش مع الناس الكبار في التفتيش نفذ يا علي سيد هلبيزو اعملو لا البضع دي بتاعدي بيدا ابوس ايدك خد حقك من انا حقك برضو واقسم بالله لأمي اللي عملا كتر من كده اعملو بقولك في واحد عايز يشيل بضاعة وهيدفع 4 مليون لا لا ليه علشان انا عايز ارمارة الدايرة دي هي اللي تجي بنفسها وتدفع تمام بضاعتها وتشيلها اعم تتقدب يعني الله ينور عليك بس حتى لو دفعت هتدفع ايه؟ مليون ومس اتنين مليون مش مهم ها فلوسك مظبوطة ولا مضروبة زيك؟ ما تنطقخ رس دي ليه؟ ما تخلصنا يا معلم علاق خلاص يا ستهم الفلوس فعبنا ولو ناقصة يبقى بشقها بقى مش اديها حاجته وفلوسه وخليها تتكل على الله لا لا ما اواخذة فلوس إلا الله نفذ وانت ساكت ملكش فيه وهو ده ينفع ده كلام تنفذ وانت ساكت استنى عادي شكلي كده احتاجي قريب انا رقبتي سدادة لا مش اللي انت بتفكري فيه خالص اي حاجة قشاري بس مشي خدي حكت كدك لعم الله انا اي